أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على بدايات حرب الوراثة النمساوية وعلى حرب أذن جينكنز وتعرفنا على قصة السود الأحرار النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على حرب الملك جورج وعلى نهاية حرب الوراثة النمساوية خليكم معنا في بدايات حرب الوراثة النمساوية بريطانيا وفرنسا ما كانوش بيحرب بعض بشكل مباشر أي نعم بريطانيا كانت بتؤيد ماريا تيريزا بينما فرنسا كانت بتؤيد خصمها تشارلز ألبرت لكن المراحل الأولى في الحرب كانت تعتبر حرب بالوكالة الدولتين بيوجهوا بعض بطريق غير مباشر ولكن مع احتدام القتال واستمرار التعارض ما بين مصالح الدولتين بدأت الدولتين يجهزوا بعضهم للمواجهة المباشرة المواجهة المباشرة دي لما بتندلع ما بين الدولتين بتحصل في أكتر من جبهة مش في جبهة واحدة من أول قلب أوروبا ووصولا لمستعمرات ومناطق نفوذ الدولتين في الهند وفي العالم الجديد طبعا احنا هنا يهمنا المواجهات ما بينهم في العالم الجديد اللي هي حرب الملك جورج حرب الملك جورج كده تبقى الحرب التالتة ما بين الدولتين في العالم الجديد أول حرب ما بينهم كانت حرب الملك وليام اللي هي اندلعت بالتزامن مع حرب السنوات التسعة في أوروبا والحرب التانية اللي هي كانت حرب الملكة آن اللي اندلعت بالتزامن مع حرب الوراثة الأسبانية وبعد كده حصلت فترة سلام زي ما قلنا بعد كده بتيجي حرب الملك جورج اللي هي اندلعت بالتزامن مع حرب الوراثة النمساوية طبعا الحرب أخدت اسمها من اسم ملك انجلترا في الوقت ده اللي هو الملك جورج التاني وزي كل الحروب السابقة لها كانت تعتبر مسرح فرعي للحرب الأساسية اللي بتدور في أوروبا ولكن بما أن الصراع في العالم الجديد منفصل تماما من حيث الجهود العسكرية والتنسيق عن الصراع في أوروبا فبيتم اعتباره حرب منفصلة وعلشان كده حرب الملك جورج في العالم الجديد كانت هي المسرح الأمريكي لحرب الوراثة النمساوية القائمة في قلب أوروبا بريطانيا وفرنسا بيعلنوا الحرب على بعض رسميا في شهر مارس سنة 1744 الأخبار بتاخد حوالي شهرين لحد ما بتوصل للمستعمرات بتاعتهم في العالم الجديد وبمجرد وصلها بتبدأ المستعمرات الفرنسية والمستعمرات البريطانية يجهزوا نفسهم للحرب الفكرة أن مستعمرات كل دولة منهم ما كانتش دخل الحرب لمجرد أن الدولة اللي هي تابعة لها بتحارب لكنهم كانوا بيحاربوا لأن في نزاعات قائمة ما بينهم بالفعل يعني الموضوع ما كانش مجرد تأديت واجب ودعم للدولة الأم لا سواء المستعمرات البريطانية أو المستعمرات الفرنسية كان عندهم أسباب سابقة مخليهم عايزين يحاربوا بعض هما بس كانوا منتظرين الفرصة المناسبة ودلوقت الفرصة المناسبة دي جات لهم في الحروب السابقة ما بين الدولتين كان الصراع في العالم الجديد بيتركز بشكل أساسي في منطقتين أو في جبهتين اللي هما منطقة أكاديا والصراع ما بينها وما بين المستعمرات الشمالية ومنطقة كيبك والصراع ما بينها وما بين المستعمرات الشمالية والمستعمرات الوسطى وده تقريبا ما بيتغيرش كتير في الحرب دي لازم برضو قبل ما نبدأ نتكلم عن تفاصيل حرب الملك جورج نفتكر ان في اخر صراع ما بين المستعمرات الفرنسية والمستعمرات البريطانية اللي هو حرب الملكة أن الصراع ده انتهى بان فرنسا خسرت جزء كبير من مستعمرة أكاديا لصالح بريطانيا اللي استولت عليه وغيرت اسمه لنوفا سكوشا الكلام ده حصل سنة 1710 وعلشان كده بطبيعة الحال كان الفرنسيين متلهفين للقتال مرة تانية بهدف استرداد نوفا سكوشا وضمها مرة تانية للأراضي الفرنسية وده السبب اللي هيخلي دي جبهة رئيسية للصراع ما بين الدولتين أما الجبهة التانية فزي ما قلنا كانت الصراع التقليدي ما بين جبهة كابك الفرنسية وجبهة المستعمرات البريطانية الوسطى والشمالية طيب خلينا نتكلم عن الجبهة الأولى اللي بتدور فيها أغلب معارك الحرب دي وأهم أحدثها اللي هي جبهة أكاديا ونوفا سكوشا بعد نهاية حرب الملكة آن بريطانيا كانت سيطرت على جزء كبير جدا من مستعمرة أكاديا الفرنسية ولكن مش كل أكاديا كان فيه جزء تاني من أكاديا لا يزال تحت سيطرة فرنسا بموجب معاهدة أترخت ما بين بريطانيا وما بين فرنسا ولكن الفرنسيين كانوا بيواجهوا مشكلة هنا وهي أن عاصمة أكاديا الفرنسية اللي هي بورت رويل كان خلاص تم التنازل عنها للإنجليز وتغير اسمها لأنابوليس رويل دلوقت الفرنسيين بالرغم من سيطرتهم على جزء من أكاديا إلا أن ما كانش فيه معقل قوي ليهم ينفع عاصمة تحكم المنطقة الاستراتيجية دي اللي هي المنطقة المتبقية لفرنسا من أكاديا وعلشان كده بمجرد ظهور بوادر السلام ما بين الدولتين الفرنسيين بيختاروا منطقة ساحلية في الجزء الخاضع لنفوذهم من أكاديا وبيقرروا إنشاء ميناء هناك بحيث أنه يبقى مركز لتواجدهم في المنطقة الفرنسيين بيبنوا قلعة في المنطقة دي سنة 1713 والقلعة دي بيقرروا أنهم يسموها على اسم ملك فرنسا في الوقت ده الملك لويس الرابع عشر القلعة دي اللي هي بتتسمى لويس بيرغ وخلال فترة التلاتين سنة من السلام ما بين بريطانيا وفرنسا اللي هي تلت إنشاء لويس بيرغ واللي تلت توقيع معاهدة أوترخت ونهاية حرب الملكة آن المدينة بتستمر في النمو وبتتحول لمركز فرنسي تجاري وإداري مزداهر جدا وبتبقى أهم مدينة فرنسية في المنطقة واحدة من أهم المدن على سواحل المحيط الأطلنطي في العالم الجديد طبعا الفرنسيين كانوا مدركين أن المدينة المزداهرة دي هتبقى نقطة ضعف عندهم لو حصل صراع تاني مع بريطانيا خصوصا وإن البريطانيين دلوقت مسيطرين على مناطق ضخمة في أكاديا اللي هي نوفا سكوشا واللهم في أي صراع قادم هيقدروا بسهولة يفرضوا حصار على لويس بيرغ ويهجموها وعلشان كده خلال فترة التلاتين سنة دي الفرنسيين بيستمروا في بناء تحصينات حوالين مدينة لويس بيرغ علشان ما يكرروش نفس الغلطة بتاعة بورت رويل وما يسمحوش بسقوطها في إيد البريطانيين ومع نشوب الحرب ما بين الدولتين أثناء حرب الوراثة النمساوية الفرنسيين بيبدأوا يراجعوا موقفهم وبيلاقوا أنه بالرغم من كل التحصينات القوية اللي هم عملوها إلا أن موقف لويس بيرغ كان لسه ضعيف لسببين كبار السبب الأول هو أن خطوط الإمداد الرئيسية بتاعة لويس بيرغ كانت بتيجي من كابك عن طريق البر ودي كانت مسافة طويلة جداً والبريطانيين كان موجود ليهم أكتر من حامية عسكرية على امتداد المسافة دي وبالتالي كانوا يقدروا يهاجموا خطوط الإمداد ويقطعوا أي إمدادات أو تواصل ما بين لويس بيرغ وما بين كابك وطبعاً لو الأسطول البريطاني قدر يفرض عليها حصار بحري كمان يبقى كده المدينة خلاص هتسقط إن عاجلاً أو آجلاً أما السبب الثاني فكان الوجود البريطاني القوي جنبها اللي هو ببساطة سيطرت بريطانيا على نوفا سكوشا وعلى أنابوليس رويال واللي هو كان مخل البريطانيين على مرمى حجر من لويس بيرغ ويقدروا يهاجموها في أي وقت وعلشان كده الفرنسيين بيقرروا إنهم مش هينتظروا إن البريطانيين يهاجموهم لكنهم هيبدروا بالهجوم في الاتجاهين اللي هم تأمين خطوط الإمداد بتاعة لويس بيرغ ومحاولة استرداد نوفا سكوشا من البريطانيين الفرنسيين بتوصلهم أخبار الحرب يوم 3 مايو وفي خلال أسبوع من وصولها بيكونوا قرروا إنهم يبدأوا بالخطوة الأولى اللي هي تأمين خطوط الإمداد بتاعة لويس بيرغ وبيقرروا الهجوم على مستوطنة بريطانية كانت موجودة في منطقة اسمها كانسو المستوطنة دي كانت تقدر تهدد خطوط الإمداد الفرنسية أو كان ممكن تتحول لمركز هجوم على لويس بيرغ في حالة الحرب المستوطنة دي كان عايش فيها حوالي 50 أسرى بريطانية بتحرصهم حامية مكونة من حوالي 100 فرد مقاتل يوم 23 مايو اللي هو بعد حوالي 20 يوم على وصول أخبار الحرب بيكون الفرنسيين نجحوا في حشد وتحريك قواتهم العسكرية تجاه كانسو وده كان تحرك سريع جدا إن هو يقرر يحارب ويحط خطة ويحشد القوات بتاعته محدش كان متوقع إن الفرنسيين هيتحركوا بالسرعة دي والبريطانيين بالرغم من إن أخبار الحرب كانت وصلتهم برضو إلا إنهم ما كانوش لسه استعدوا لها بأي شكل كان في تخيلهم إن الموضوع هياخد شهور لحد ما تبدأ التحركات العسكرية الفعلية على الأرض القوة الفرنسية اللي بتهاجم كانسو كانت مكونة من حوالي 17 سفينة وقارب على متنهم 350 فرد مقاتل منهم حوالي 140 جندي نظامي من الجيش الفرنسي طبعا دي كانت قوة أكبر بكتير من القوات المدافعة عن كانسو واللي مش بس كانت أضعف لكنها كمان ما كانتش مستعدة للقتال ولا متوقعات ومع الفارق الضخم في الأعداد ومع عامل المفاجأة الفرنسيين بيقدروا يحققوا انتصار حاسم وسريع على البريطانيين وبيجبروا البريطانيين على الاستسلام ومع استسلامهم بيتم القبض على 100 فرد تقريبا واقتيادهم للويسبرج كأسرى حرب بينما بيتم توفير ممر آمن لباقي السكان من النساء والأطفال لماساتشوسيتس لأن ببساطة الفرنسيين ما كانوش عايزين يتولوا مسئولية توفير الطعام والمسكن والحراسة لكل الأعداد دي كفاة علينا قوي الميت فرد الإضافيين اللي هنتطر نأكلهم باعتبرهم أسرى حرب وبعد إخلاء المستوطنة الفرنسيين بيحرقوا المساكن بتاعتها علشان يتخلصوا تماما من التهديد بتاع المنطقة دي طبعا الانتصار الفرنسي السريع والقوي بيلهي بالحماسة الفرنسية الفرنسيين بيشوفوا إن بائلهم خطوة واحدة ويبقوا انتصروا انتصار كامل الخطوة دي هي تكرار نفس الانتصار ده في أنابوليس رويال خصوصا إن الوجود البريطاني في أكاديا كان تقريبا بقى مقصور على أنابوليس رويال فلو الفرنسيين نجحوا في استعادتها يبقى خلاص تم تأمين لويس بيرج تماما ويبقى كمان تم استرداد أكاديا الفرنسية بالكامل الفرنسيين بيحاولوا يجمعوا قوة عسكرية مناسبة للهجوم بس الفكرة أن ما كانش عندهم أعداد كافية من الجنود يقدروا يحركوها بشكل سريع فبيقرروا اللجوء لراهب كاثوليكي ومبشر فرنسي اسمه لولوت واللي كان عنده علاقات ممتازة مع سكان أكاديا ومع السكان الأصليين الراجل بينجح في حجد 300 فرد تقريبا كان المفروض أنهم يتحركوا جنبا إلى جنب مع القوات الفرنسية في الهجوم على أنابوليس رويال ولكن القوات الفرنسية بتتأخر شوية لحد ما بتجهز فلولوتر بيتحرك بقواته وبيهاجم أنابوليس رويال يوم 12 يوليو سنة 1744 الهجوم الفرنسي بيستمر لمدة أربع تيام لكن أنابوليس رويال كانت محصنة وكانت مستعدة للقتال وعلشان كده على مدار أربع تيام الفرنسيين بيفشلوا في اقتحام المدينة بعد أربع أيام من الهجوم بتكون التعزيزات وصلت للبريطانيين المستوطنين البريطانيين في باستون كانوا ألقانين من التحركات الفرنسية وكانوا خايفين أن نجاح الفرنسيين في استعادة أنابوليس رويال هيكون معناه أن الخطوة الجاية هي الهجوم على باستون نفسها وعلشان كده بيبعثوا 70 جندي كمساعدة للقوات البريطانية المدافعة عن أنابوليس رويال طبعا 70 جندي كانوا عدد قادر على إحداث فارق لأن إجمال المدافعين عن أنابوليس رويال كان حوالي 100 جندي بريطاني وعلشان كده مع وصول 70 جندي إضافيين بيكون واضح أن الهجوم الفرنسي فشل إذا كان الفرنسيين فشلوا في اقتحام المدينة على مدار أربع تيام بالرغم من أن كل اللي كانوا بيدافع عن المدينة حوالي 100 جندي فأكيد فرصتهم هتبقى أضعف بكتير مع تضاعف عدد المدافعين عنها وعلشان كده الفرنسيين بيضطروا يوقفوا هجومهم وبيفشل الهجوم الفرنسي الأول على أنابوليس رويال ولكن هنا بتكون باقي القوات الفرنسية اللي كانت بتجاهز نفسها للانضمام للولوتر باقت جاهزة وبتنضم القوات الفرنسية لحلفائهم من السكان الأصليين وبيستعدوا لموجة تانية من الهجوم على المدينة القوات الفرنسية الإضافية اللي بتوصل للمدينة بيكون عددها حوالي 200 جندي بقيادة واحد اسمه دوفيفيه ده اللي هو القائد الفرنسي اللي قادر الهجوم على كانسو طبعا إضافة قواته لقوات لولوتر كانت تفرق كتير بالإضافة طبعا لنجاحه السابق في كانسو واللي كان مخالي الفرنسيين مقتنعين أنه قادر على تكرار النجاح ده وبالفعل الراجل بيوصل لأنابوليس رويال يوم 6 سبتمبر سنة 1744 وبمجرد وصوله بيبدأ في نصب تحصينات والاستعداد للهجوم على المدينة مرة تانية ويوم 9 سبتمبر بيبدأ الهجوم الفرنسي على المدينة البريطانيين بينجحوا في التصدي للهجوم على مدار أسبوعين تقريبا طوال الوقت ده كان فيه اشتباكات يومية ما بين الفرنسيين والبريطانيين وكان فيه خسائر في صفوف الطرفين لكن تحصينات المدينة كانت قادرة على الصمود خصوصا وأن الفرنسيين ما كانتش عندهم مدافع كبيرة قادرة على هدم التحصينات أو إلحاق أضرار كبيرة داخل المدينة ومع استمرار الاشتباكات بدون الوصول لنتيجة حاسمة بقى واضح أن مصير الهجوم ده معلق على التعزيزات اللي كل طرف بينتظرها لو الأسطول الفرنسي بعت كام سفينة يبقى كده الحصار اكتمل على المدينة ومدافع السفن الفرنسية هتقدر بسهولة تقص في المدينة وتنهي الحصار لصالح فرنسا أما لو البريطانيين هم اللي بعتوا الأسطول بتاعهم مع إمدادات يبقى الفرنسيين هيتطروا للانسحاب الأسبقية هنا بتكون لبريطانيا أو تحديدا للمستوطنين البريطانيين في ماساتشوسيتس اللي بيقرروا إرسال دفعة جديدة من المقاتلين للمساعدة في الدفاع عن المدينة في الوقت ده كان البريطانيين مش قادرين يجندوا أعداد أكبر من المقاتلين البريطانيين وعلشان كده بيلجأوا لسياسة تانية السياسة دي اللي هي تجنيد السكان الأصليين بس إيه اللي هيخلي السكان الأصليين يحربوا مع البريطانيين البريطانيين هنا بيلجأوا لميليشيا اسمها حراس جورهام ودول كانوا ميليشيا مكونة أساسا من السكان الأصليين في ماساتشوست مع قيادة بريطانية بيبعثوا منهم خمسين مقاتل للدفاع عن أنابوليس ريال في مقابل مبلغ مالي وفي مقابل مكافأة عن كل فروة راس يتم سلخها من رؤوس الأعداء اللي هما كانوا السكان الأصليين المتحالفين مع الفرنسيين موضوع سلخ الرؤوس ده كان بيتم استخدامه كدليل على القتل اللي يقتل حد يسلخ فروة راسه بعد ما يقتله علشان نعرف نعد كل واحد قتل كام فرد وبالتالي نديله مكافأة على قدر القتلى اللي هو قتله فكرة سلخ الرؤوس نفسها كانت ممارسة موجودة في حروب السكان الأصليين من قبل وصول الأوروبيين ولكن تشجيع البريطانيين لها والدفع مقابلها بيخلي الممارسة دي لاحقا تنتشر أكتر وأكتر وبالفعل القوة دي بتوصل أنابوليس ريال يوم 26 سبتمبر وبعد وصولهم بكام يوم جورهام بيقود القوة دي في هجوم مفاجئ على معسكر للسكان الأصليين المتحالفين مع الفرنسيين وبينجحوا في الهجوم ده إنهم يقتلوا منهم عدد كبير ويمثلوا بالجثف بتاعتهم وكان من ضمن القتلى الكثير من الأطفال والنساء المصاحبين للمقاتلين من قبائل السكان الأصليين المتحالفين مع الفرنسيين طبعا بعد الهجوم ده السكان الأصليين المتحالفين مع الفرنسيين بيقرروا الانسحاب وبالتالي باقي القوات الفرنسية بتضطر للانسحاب هي كمان وبينتهي الهجوم ده على أنابوليس ريال بالفشل وبكده بتتوقف موجة الهجوم الفرنسي وبيستعد البريطانيين لاستعادة زمام المبادرة وقلب الدفة ضد الفرنسيين البريطانيين في المرحلة ده بينجحوا في التفاوض مع الفرنسيين لإطلاق صراح أسرى الحرب واللي بيكون من ضمنهم أسرى الحرب اللي كان الفرنسيين نجحوا في أسرهم في كانسو واللي كان الفرنسيين محتفظين بيهم في الويسبيرغ الفرنسيين بالفعل بيقبلوا إطلاق صراحهم وبيرجع المئة مقاتل دول لبوستون وهناك البريطانيين بيبدأوا يجهزوا خطتهم القادمة اعتمادا على المعلومات اللي أخدوها من الجنود دول الجنود دول كانوا أقاموا في الويسبيرغ الفترة طويلة خلال الفترة دي كانوا قدروا يكونوا فكرة كويسة عن التحصينات المحيطة بالمدينة وعن القوات المدفعة عنها وعن الإمدادات الموجودة فيها وعلى قدرتها على إنها تتحمل حصار الجنود دول بينقلوا للبريطانيين معلومتين بيكون ليهم دور محوري في حسم الحرب المعلومة الأولى هي إنهم لحظوا إن الويسبيرغ محصنة بشكل قوي جدا من اتجاه البحر لأن المدينة كانت تعتبر هي اللي بتحمي الممرات البحرية اللي بتوصل لقلب فرنسا الجديدة فكان الفرنسيين حطين دايما في اعتبارهم إنها لو تعرضت لهجوم هيكون هجوم بحري بينما من ناحية البر كان فيه دفاعات برضو لكنها كانت أضعف وممكن اختراقها والمعلومة التانية المهمة كانت إن الجنود الفرنسيين اللي بيدفعوا عن المدينة كانوا عايشين في ظروف سيئة جدا لدرجة إنهم اتمردوا قبل كده على قياداتهم احتجاجا على ظروفهم المعيشية الصعبة وعلى تأخر الرواتب بتاعتهم ده معناه إن البريطانيين يقدروا ما يتوقعوش منهم القتال بحماسة جديدة ضدهم ومع توفر المعلومات اللازمة بتبدأ المستوطنات البريطانية الشمالية في التجهيز لحملة عسكرية ضخمة هدف الحملة دي هو السيطرة على لويزبرج وطرد الفرنسيين منها ومن باقي أجزاء أكاديا بشكل كامل سنة 1745 البريطانيين في مستعمارة خليج ماساتشوسيتس بيقرروا الهجوم على لويزبرج بهدف إسقطها وبينجحوا في بناء تحالف قوي مكون من الجنود بتوع المستعمرات الشمالية في الأساس ليه المنطقة المعروفة باسم نيو انجلند بالإضافة لدعم مادي وأسلحة بيقدروا يحصلوا عليهم من المستعمرات الوسطى وبالإضافة لكده بينجحوا في الحصول على دعم من الأسطول البريطاني الموجود في جزر الهند الغربية وبالتالي بقى عندهم تفوق بحري كامل مع القوة البرية الضخمة اللي هم قدروا يحشدوها وفي شهر مارس سنة 1745 بيتحرك من بوستون أسطول بريطاني مكون من 90 سفينة على متنهم أكتر من 4000 جندي وبحار في طريقهم للويزبرج الأسطول ده بيتوقف في منطقة كانسو اللي الفرنسيين كانوا دمروها وهناك بينضم لهم حوالي 16 سفينة إضافية كان تم تجمعهم في آخر لحظة وبيوصل بعدها الأسطول المجتمع ده لمنطقة لويزبرج بس المفاجأة هنا كانت إن الجليد كان مالي السواحل المحيطة بالويزبرج وده خلى قدرة البريطانيين على فرض حصار بحري فعال محدودة جدا بس بالرغم من كده البريطانيين ما بيقسوش وبيستنوا من شهر مارس لحد شهر مايو منتظرين في المنطقة لحد الجليد ما بيدوب ويقدروا وقتها فعلا يحصروا المدينة بحريا بالكامل ويوم 11 مايو البريطانيين بينجحوا تحت غطاء من قصف المدفعية بتاعت السفن بتاعتهم في إنزال جنودهم بريا بالقرب من قلعة لويزبرج أثناء إنزال القوات البريطانية بتقابلهم مقاومة فرنسية ولكنهم بيقدروا ينتصروا عليها وفي نهاية اليوم بيكون فيه 2000 جندي بريطاني موجودين على الشاطئ بالقرب من لويزبرج الفرنسيين اللي كانوا بيدفعوا عن لويزبرج كان عددهم حوالي 1800 جندي طبعا ما كانوش متفوقين عدديا على البريطانيين بس عددهم برضو ما كانش قليل خصوصا مع تحصينات المدينة اللي طبعا تضاف إلى جانبهم وعلشان كده على مدار شهر ونص بتدور بينهم وبين البريطانيين معارك متعددة كل كم يوم كان بيحصل اشتباك وفي الاشتباكات دي كان بيتأتى الاعداد كبيرة من كل طرف لكن نقدر نقول ان الكفتين كانوا متوازنين إلى درجة كبيرة وبالتالي الموضوع بيتحول لسياسة الحصار والنفس الطويل هل البريطانيين هيصمدوا لحد ما الفرنسيين تنفذ منهم المؤن والزخائر ويضطروا انهم يستسلموا ولا الفرنسيين هيصمدوا لحد ما البريطانيين يلاقوا ان ما فيش جدوى من الحصار اصلا وياخدوا بعضهم ويرجعوا لبلدهم الموضوع بعد شهر ونص بيتحسن بطريقة تانية الفرنسيين في باقي مناطق فرنسا الجديدة بيقرروا يبعثوا نجدة للويسبيرج النجدة دي كانت مكونة من 1200 جندي فرنسي على متن 4 سفن طبعا وصول النجدة دي كان كفيل بقلب الموازين لان كده عدد الفرنسيين هيبقى مساوي تقريبا لعدد البريطانيين ولو اضفنا الحصون الى جانب الفرنسيين يبقى هزيمة البريطانيين بقت مؤكدة ومع اقتراب السفن دي من لويسبيرج السفن البريطانية بتتصدى لها وبيحصل ما بينهم معركة بحرية يوم 27 يونيو سنة 1745 المعركة دي اللي بتنتهي بانتصار البريطانيين وبيقدروا يمنعوا النجدة الفرنسية من الوصول للويسبيرج الانتصار البريطاني ده بيحسم المعركة الفرنسيين بعد ما بتوصلهم اخبار هزيمة وتراجع النجدة اللي كانت جاية لهم بيقرروا الاستسلام في اليوم التالي مباشرة يوم 28 يونيو سنة 1745 لويسبيرج بتستسلم وبيبقى البريطانيين نجحوا في السيطرة على اخر معقل للفرنسيين في اكاديا طبعا بعد الهزيمة المروعة دي للفرنسيين اهداف الدولتين بتبقى اكثر وضوحا في الصراع لما بينهم ده البريطانيين بطبيعة الحال طموحهم بيكبر وبيبدأوا يفكروا انهم في مرحلة لاحقة من الحرب دي يسيطروا على كيبك نفسها ويطردوا الفرنسيين تماما من العالم الجديد بينما الفرنسيين بيركزوا على هدف واحد وهو استعادة اكاديا كلها مش بس لويسبيرج واثناء استعداد الدولتين للحملات الكبرى دي حلفاء الفرنسيين من السكان الاصليين من قبائل الواباناكي بيقرروا الانتقام من اعداءهم الانجليز على طريقتهم وبيعملوا سلسلة من الغارات على منطقة مين اللي كانت خاضعة للبريطانيين الغارات دي ما بتسبش اي مركز مهم على سواحل مين من غير ما تهجمه وبتتسبب في رعب كبير وفي ارباك الحياة والنشاط الاقتصادي هناك بشكل مستمر خلال الفترة المتبقية من سنة 1745 بتحصل 11 غارة في المنطقة دي وسنة 1746 بيحصل 9 غارات وفي السنة اللي بعدها بيحصل 12 غارة وبالتالي المنطقة دي بتتحول لمنطقة تحت الهجوم في اي وقت وده طبعا شيء بيستفز البريطانيين جدا بس الفرنسيين كانوا بيجهزوا لحملة اكبر من مجرد شوية غارات فرنسا بتقرر ان هي مش هتسمح بسقوط اكاديا كلها بدون رد وبيجهزوا في اوروبا حملة عسكرية علشان تسترد اكاديا الحملة دي كانت اضخم حملة عسكرية تم توجيهها للعالم الجديد على الاطلاق من يوم اكتشافه لحد وقتها الحملة كانت مكونة من 11 الف جندي وبحار على متن 64 سفينة بقيادة واحد اسمه دوغ دانفيل الحملة كان هدفها الاول هو استرداد اكاديا كلها سواء انابوليس رويال او لويزبيرج وبعد كده كان المفترض ان هي تتجه لتدمير المستعمرات البريطانية الشمالية ومنطقة نيو انجلاند الحملة بتتحرك من فرنسا يوم 22 يونيو سنة 1746 وبعد تحركها بفترة بسيطة بتواجه سلسلة من العواصف والطقس السيئة العواصف دي بتبطئ تقدمها جدا وبتجبرها على محاولة اللجوء لسواحل بعض الجزر في المحيط الاطلنطي وهناك بعض السفن بتتعرض لضربات البرق اللي بتتسبب في انفجار الزخيرة اللي هي محملها وعلشان تكمل بقى الجنود اللي على متن السفن دي بيصاب اعداد ضخمة منهم بامراض الحمى التايفوسية والاسقربوت وبيبدأوا يتسقطوا قتلى قبل حتى ما يوصلوا لسواحل نوفا سكوشا الحملة دي بتاخد حوالي 3 شهور لحد ما بتنجح اخيرا في الاقتراب من سواحل العالم الجديد وهناك بتتعرض لسلسلة جديدة من العواصف بعض العواصف دي بيحطم بعض السفن او بيلحق بيها اضرار عنيفة بتجبرها على العودة لفرنسا لانها بقت غير ملائمة للمجهود الحربي وفي النهاية العواصف دي نفسها بتتسبب في تفرق السفن لما السفن دي بتتفرق بتبقى هدف سهل للسفن البريطانية اول ما بتقترب من سواحل العالم الجديد وبعد السلسلة المتواصلة دي من الحظ السيء والعوائق والعثرات الحملة اخيرا بتوصل للسواحل بتاعة العالم الجديد في نهايات شهر سبتمبر بعد ما عدد السفن بتاعها بيكون انخفض لاربع واربعين سفينة فقط وبعد ما مئات الجنود بيكونوا ماتوا خلال الرحلة وكان في مئات اخرين ان لم يكن الاف مرضى بشدة ولكن بالرغم من كل اللخباطة دي بيقولوا مش مهم احنا برضو هنكمل وبينزلوا المرضى بتوعهم على الشاطئ في محاولة لعلاجهم ولإعادة تنظيم صفوفهم قبل الهجوم اثناء المرحلة دي بعد وصولهم بست ايام بس بيموت قائد الحملة نفسه بعد اصابته بجلطة وبعد وفاة دوك دانفل بيتم اختيار قائد جديد للحملة لكن الراجل بيلاقي ان الوضع غير مشجع انا الجنود بتوعي كلهم مرضى وبيموتوا فبيقرر ان هو يستقيل بعدها بيتم اختيار قائد ثالث والراجل بيحط خطة طموحة للهجوم بكل قوة على انابوليس رويل بس مشكلته هنا كانت ان نص القوات اللي وصلت للعالم الجديد اما ماتوا او كانوا في حالة مرض شديد تمنعهم من القتال بس بالرغم من كده بيتم الترتيب للهجوم والقوات بتاعة كابك بتتجمع بالقرب من انابوليس رويل في انتظار القوات القادمة من فرنسا علشان يبدأوا الهجوم بشكل متزامن ولكن في اللحظات الاخيرة قائد الحملة بغاية رأيه غالبا بعد ما بيكون درس وضع القوات بتاعته بشكل جيد وبيؤمر السفن بتاعته بالعودة لفرنسا بدون قتال وكده بتنتهي الحملة الفرنسية الضخمة جدا دي بدون تحقيق اي شيء وبخسائر ضخمة جدا بالرغم من انه ما حصلش قتال اصلا في واحدة من اشد الحملات فشلا في تاريخ العسكرية كله على الاطلاع نهاية الحملة دي كان يعتبر النهاية الفعلية للحرب الفرنسيين بعدها بيستمروا في عمل غارات على المستعمرات البريطانية الوسطى والشمالية وبيثيروا رعب البريطانيين بينما على الجانب الاخر الخطط البريطانية اللي كانت بتستهدف السيطرة على كبك ما بتتنفسش ابدا وبتفضل مجرد خطط وبالتالي الاحداث الكبرى للحرب بتكون انتهت وبيبقى مصير الحرب دي منتظر اقرار السلام في اوروبا علشان تنتهي وفي اوروبا كان خلاص الدول المشاركة في الحرب كان تم انهاكها كلها ماريا تيريزا خلاص كانت ضمنت جلوسها على العرش لكن برضو جيرانها كانوا حققوا مكاسب على حسابها وبالتالي الاطراف كلها كانت مرضية الى حد ما ولكن الاهم من كل ده هو انه بقى واضح ان قرار نهاية الحرب ما بقاش في ايد لا نمسا ولا جيرانها القرار الفعلي بقى في ايد القوتين الكبار في اوروبا اللي هما بريطانيا وفرنسا زي ما قلنا قبل كده مع نهاية حرب الوراثة الاسبانية انتهى دور اسبانيا كقوة عالمية عظمى وبقت قوة اوروبية قوة كبيرة ومؤثرة اي نعم لكنها مش قوة عالمية مع نهاية حرب الوراثة النمساوية انتهى دور النمسا كقوة عالمية عظمى وبقت يدوب قوة كبرى ومؤثرة في وسط اوروبا اما صراع القوة الحقيقي فبنهاية الحربين دول بقى محصور ما بين بريطانيا وفرنسا هما دول اللي مصرح الصراع بينهم ما بقاش بس في اوروبا لكنه انتقل بحيث انه بقى صراع للسيطرة على اهم مناطق نفوذ في العالم كله وعلشان الدولتين كانوا مدركين لده بيقرروا انه هما يعملوا مفاوضات ما بينهم هما الاتنين بس اسمها مفاوضات بريدا في المفاوضات دي الدولتين بيحطوا الخطط العريضة لاتفاق سلام الاتفاق ده ما كانش بين بريطانيا وفرنسا لكنه كان بين كل دول اوروبا المشاركة في حرب الوراثة النمساوية يعني ببساطة بريطانيا وفرنسا بيقرروا مع بعض ايه اللي هيحصل وباقي دول اوروبا بتمشي على الاتفاق ده لان ببساطة بريطانيا وفرنسا بيقولوا لهم ده الاتفاق اللي احنا توصلنا ليه اللي عاجبه يوقع عليه واللي مش عاجبه يكمل حرب لوحده طبعا في النهاية الدول المتبقية بتوقع على الاتفاقية اللي هتعرف باسم معاهدة إكس لاشر سنة 1748 ودي المعاهدة اللي هتنهي حرب الوراثة النمساوية هنا برضو نلاحظ ان النمسا بتتدايق جدا ان حليفتها بريطانيا اتفقت من غيرها وانها تقريبا أجبرتها على التوقيع ده اللي بيخلي النمسا لاحقا تتقارب جدا مع فرنسا باعتبار ان فرنسا حليف يعتمد عليه اكتر من بريطانيا لكن اللي يهمنا هنا هو ان بريطانيا في المعاهدة دي بتوافق على اعادة لويسبيرج لفرنسا في مقابل مدينة مادراس الموجودة في الهند طبعا الخطوة دي كانت بتوعيد الوضع لما كان عليه قبل الحرب في العالم الجديد بس مع فارق مهم جدا وهو استياء المستوطنين البريطانيين من ان بريطانيا بعتهم وان كل التضحيات اللي هم قدموها في سبيل السيطرة على لويسبيرج تم اهدارها في الوقت نفسه مصرح الصراع كان تم تهيئته بحيث ان الصراع القادم ما بين الدولتين هيكون هو الصراع الحاسم خلاص ما بقاش فاضل غير الاتنين دول اللي هيكسب منهم في الحرب الجاية هيكسب كل حاجة ازاي ده هيحصل ده اللي هنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله شكرا لحضراتكو وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي شكرا لحضراتكو وان ش Detective شكرا